بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين أبناء الطلبة السلام عليكم موضوعنا لهذا اليوم علم المنطق وابتداء نسعى إلى تعريف المنطق وعادة ما نبدأ بالتعريف اللغوي وكلمة المنطق حقيقة جاءت من نطق ينطقه نطق والنطق يطلق على النطق الظاهري والنطق الباطني النطق الظاهري هو القدر على التكلم في اللغة والنطق الباطني هو القدر على إدراك الكليات في إصطلاح الفلاسفة وإدراك الكليات حقيقة هو سبب افتراق الإنسان عن باقي الحيوانات التي لا تدرك سوى الجزئيات ولهذا قالوا أن الإنسان حيوان ناطق وسمي هذا العلم بالمنطق لأن النطق نافع في الظاهر والباطن فالنطق الظاهري يساعد الإنسان على إظهار ما مخزون في ذهنه من خلال الكلام والنطق الباطني يساعد الإنسان على فهم وإدراك الكليات فكلمة المنطق حقيقة اشتقت من هذا الجدر يعني من النطق وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على النطق وقلنا نقصد بالنطق النطق الظاهري والنطق الباطني يعني مفطورا على القدر على الكلام ومفطورا على القدر على التفكير وبالنسبة إلى النطق الظاهري أن الله سبحانه وتعالى جعل له اللسان آل ينطق بها وما ذلك فهو طالما يخطأ فيحتاج إلى ما يصلح وضعه في الكلام ليكون كلامه طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئة الألفاظ ومادتها فيحتاج إلى مدرب يعوده على ممارسة اللغة الصحيحة وإلى قانون وقواعد كلية يعني يحتاج إلى دراسة ومعرفة النحو والصرف بشكل مضبوط حتى يعصم لسانه عن الخطأ في النطق يعني يحصم نفسه عن الخطأ في اللغة حال استخدام اللغة كذلك الأمر بالنسبة إلى التفكير قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطور على النطق الباطني أيضا وعطاه قوة عاقلة مفكرة تكريما وتمييزا له عن بقية المخلوقات وما ذلك طالما نرى الإنسان يخطأ في أفكاره فيحسب ما ليس بعلا علا وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة وما ليس ببرهان برهانا وقد يحتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة حتى نوضح هذا الشيء مثلا أن الإنسان نحتاج إلى تصحيح وضعه الفكري من حيث هيئة المقدمات وموادها كما أننا في التكلم نحتاج إلى تصحيح وضع المتكلم من حيث هيئة الألفاظ وموادها للتوضيح أكثر نبين أن القياس عادة ما يؤلف من مقدمات المقدمات صغرى وكبرى فنلاحظ هيئتها ومادتها لم نخطأ بها أو لن نشتبه بها فنتائجنا تكون يقينية فمثلا في قضية مؤلفة من صغرى وكبرى كل إنسان حيوان هذه الصغرى وكل حيوان نامن هذه الكبرى النتيجة تكون كل إنسان نامن النتيجة يقينية وصحيحة ومضبوطة من حيث التفكير في مادتها وهيئتها ولكن هناك مثلا قضية كل إنسان حيوان قضية هذه الصغرى صحيحة ويعني من حيث المادة وكل حيوان حجر هذه قضية كاذبة الهيئة مضبوطة كل إنسان حيوان وكل حيوان حجر فسنحصل على نتيجة كاذبة غير صحيحة أنه كل إنسان حجر فإذن هنا حدث خطأ في مادة القضية الثانية وهي الكبرى وهناك قضية يعني من حيث الهيئة تكون صحيحة ولكن من حيث المادة تكون كاذبة وأحيانا تكون من حيث الهيئة مثلا بعض الإنسان يعني من حيث الهيئة كاذبة تكون من حيث المادة صحيحة ولكن من حيث الهيئة تكون غير صحيحة بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس القضيتين من حيث المادة صحيحة ولكن من حيث الهيئة غير صحيحة لأن لا يحصل استنتاج عن جزئيتين يعني بعض الإنسان حيوان هذه الصغرة وبعض الحيوان فرس النتيجة ستكون بعض الإنسان فرس هذه نتيجة غير صحيحة نتيجة خاطئة مع أن التفكير لم يخطأ في المادة ولكن الخطأ في الهيئة وقلنا أن الاستنتاج لا يصرح عن جزئيتين وتارتا يكون الخطأ يعني خطأ التفكير في المادة والهيئة مثلا بعض الإنسان حيوان يعني هذه مادة القضية الصغرة صحيحة ولكن مادة القضية الكبرى بعض الحيوان حجر هذه قضية كاذبة قضية غير صحيحة النتيجة تكون بعض الإنسان حجر الاستنتاج أولا لا يحصل من جزئيتين بالإضافة أنه الخطأ في المادة يعني خطأ في الهيئة وخطأ في المادة فإذن الإنسان مثلما يحتاج إلى تصحيح في وضع الكلامي يعني يحتاج إلى تعلم نحو الصرط بشكل صحيح حتى يكون كلامه وفقا للغة كذلك في تفكيره يحتاج إلى قانون إلى قواعد كلية حتى يكون تفكيره صحيح ويكون نطقه الباطني يعني مضبوط على هذا الأساس فهو يحتاج إلى علم حتى يساعده في هذا المسير ولهذا قالوا أن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهم عن الخطأ في التفكير فهو يحتاج إلى علم المنطق إلى هذه الآلة القانونية عند مراعاتها أنه سيعصم الذهم عن الخطأ في التفكير أما هناك من يقول أن هناك من يتعلم علم المنطق إلا أنه يخطأ فنقول له كذلك دارس النحو والصرط رغم دراسته ورغم الجهد الذي يبدله في تعلم النحو والصرط لكن نراه أيضا يخطأ في مواضع كثيرة السبب أن الدارس لا تحصل له يعني الدارس للنحو والصرف لا تحصل له الملكة كذلك في المنطق الدارس لعلم المنطق لا تحصل له الملكة فإذن عندما لا تحصل له الملكة ولا يراعي قواعده عند الحاجة نراه يخطأ عند التطبيق ولهذا كي يعصم نفسه عن الخطأ في الكلام يعني في النطق الظاهري ويعصم نفسه عن الخطأ في النطق الباطني لا بد له من تحصيل الملكة والملكة تحصل من خلال التعلم وكثرة التمرين والممارسة فتحصل له أمور بديهية وسريعة تنطبح في وجوده فتكون عنده سرعة البديهية في الكلام وسرعة البديهية في التفكير يعني نقول أنه قد حصلت له ملكة ذلك العلم كما في الفقه عند المراجع الذين يمتلكون ملكة الفقه فلا يحتاج إلى سجلات وإلى غيره حتى يراجع عندما يستفتيه شخص ما هو مباشرة يفتيه لأنه حصل ملكة الفقه يعني حصلت ملكة الفقه لديه ملكة الاجتهاد لديه أصبح مشتهد وقادر على الاستنباط وبسرعة بالإضافة إلى ذلك قلنا لكي يحصم ذهنه عن الخطأ في التفكير ويحصم لسانه عن الخطأ في النطق لابد له من تحصيد ملكة ذلك العلم ولابد له من مراعاة القواعد الفكرية عند الحاجة والتطبيق نحن هنا تطرقنا عندما قلنا المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير هنا الذهن يعني لابد أيضا من توضيحها الذهن قوة للنفس تشمل هذه القوة على الحواس الباطنية والحواس تشمل على الحواس الظاهرية والحواس الباطنية بالنسبة للحواس الظاهرية السامعة الباصرة والشامة والذائقة واللامسة بالنسبة للحواس الباطنية الحس المشترك اللي هو حصيلة ما يأتي عن طريق الحواس الخمسة وقوة الخيال هي قوة حافظة لما يأتي عن طريق الحس المشترك والقوة الواهمة التي تدرك المعاني الجزئية لا مادة ولا مقدار لها كالحب والبغض وغيرها والقوة الحافظة التي تحفظ ما يأتي عن طريق القوة الواهمة والقوة المتصرفة التي من خلالها يتصرف الإنسان بما يحصل عليه من إدراكات حسية وإدراكات خيالية وإدراكات وهمية فيتصرف بها وينطلق في إدراكاته العقلية وهنا يتميز الإنسان عن الحيوانات قلنا أنه أيضا في التعريف أن المنطق آلة قانونية أي أنه من العلوم الآلية فغايته ليست معرفة نفس مسائل العلم بل يتكفل بتوضيح الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل من خلالها الذهن إلى الحقائق المجهولة فهو ليس من العلوم الذاتية أو الأصلية التي تكون الغاية منها والمقصود بالذات معرفة نفس مسائل العلم كمثال يعني علم الفقه من العلوم الذاتية والأصيلة فهو علم آلي يستفاد منه لبقية العلم فغاية علم المنطق هو تعليم القواعد الصحيحة للتفكير الصحيح حتى ينتقل الذهن إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم فيعلمنا هذا العلم من حيث المادة والهيئة طرق الانتقال من الصور الحاضرة في الذهن إلى الأمور الغائبة عنها ولهذا سمي المنطق بالميزان والمغيار وهذا ما جاء عن طريق الوزن والغيار وسمي خادم العلوم جميعا حتى علم الجبر حتى علم الجبر الذي يستخدمه أصحاب الرياضيات أيضا هو من العلوم الآلية يستخدمه أصحاب الرياضيات في طرق حل المعادلات للوصول إلى المجهولات الحسابية أيضا هذا في حل مسائله وقضاياه يرتكز على علم المنطق ترجمة نانسي قنقر